تعاون أولا يعني لأنه يعني هل الغذاء على مستوى العالم من غير حدود يقضيه أيها يكفيه لكن إيه المشكلة؟ إنه عايز أقول كلمة يعني معروف إن مثلا كل مزارع الأمح في الولايات المتحدة الأمريكية لما بيزداد المحصول ويحس إنه هو سعره هينخفض للأسف الشديد بيرميه في البحر فأنا بس كل اللي عايزين نقوله شبنا أمريكا بتاعمل مع الأمحة كده آه فيعني مزيدا من الإنسانية من الدول المنتجة للمواد الغذائية الرئيسية أنا بنتكلم على الأمح والدرة والمحاصيل اللازمة لغذاء الإنسان وغذاء الحياونات وبالتالي يعني إحنا بس عايزين نظرة للتعاون الجاد ما بين الدول التي تقدمت بسرعة والدول التي تحاول اللحاق بها وتضررت بسبب هذا التقدم السورة الصناعية ما صنعتهاش أفريقيا ولا صنعتها أمريكا صحيح دفعنا تمانها دفعنا تمانها دون زنب الحقيق المتفاعل إن شاء الله نتائج قيمة شرم الشيخ أعتقد لأن حجم المجهود الرئيس سيسي عمله في اللقاءات مع رؤساء وملوك منذ جلاسكو حتى الآن يعني عدد ضخم من اللقاءات وأعتقد إنه حتى التجمعات الإقليمية الرئيسية الرئيس سيسي حرس إنه هو يحضر مؤتمراتها بنفسه فأولا نسبة التمثيل إن شاء الله هتبع علي إن شاء الله وحجم التمثيل هيبقى على أعلى مستوى وحجم الالتزام المرادي عندي مش بس انطباع لا مؤشراته إن فيه التزام حقيقي بتوقيع لأول مرة اتفاقية ملزمة لخفض الانبعاثات بشكل تدريجي على مدة زمنية يتفق عليها الأطراف المقدمات اللي تمت في المفاوضات اللي قام بيها الرئيس سيسي تدري مؤشر إن فيه جدية والدولة لو هي مش هتبقى جدة إنها هتلتزم ما كانتش دخلت في المفاوضات وبالتالي هذه الدول بحضورها أولا هتلتزم ثانيا بالضرر اللي حصل في أوروبا ثانيا هتلتزم ثالثا إنه المراد المناخ طال الجميع لم ينجوا منها لا شمال أمريكا ولا جنوب أمريكا كله الضرر فالمراد المؤشرات بتقول إن شاء الله مصر كعدتها يعني هي بلد ربنا كتب عليها الأمان ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فمصر إن شاء الله بعد كب 27 ستعطي الأمان والأمن للعالم كله مصر العالم قادر إنه هو يتكيف مع تغيراته المناخ والله هتكيفه لأنه المؤشرات بتقول إنه خلاص ما بقاش في حدود وطالما ما فيش حدود ما فيش حد يقول أنا غاني والتاني هيبقى فاقير فالمؤشرات بتقول إنه هيبقى فيه تعاون والأول مرة الأقليم هيبقى ليها دور لو لاحظت حضرتك هتلاقي وزير خارجية المصري اجتمع مع الأقليم الخامسة في أفريقيا فالإقليم نفسه كريجون وسبريجون بقى ليه دور ومسأل منظمة أكساد لما عملت اللقاءات بتاعتها وهي المنظمة الخاصة بالأراضي القاحلة والشبه القاحلة نفس الشيء هيبقى فيه تعاون إقليمي أعتقد بوادره بدأت تظهر قبل نعقاد كوب 27 إن شاء الله متوقعين النجاح لكوب 27 إن شاء الله تبقى حاجة تليق بمصر الجديدة وبالجمهورية الجديدة وتقدم خدمة لعالم كله الحياة دكتور مجل